اثناء قيام افراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالابنود بالابيض سيدي الشيخ بخدمة شرطة الطريق لفت انتباههم شاحنة سائقها يبدو عليه ملامح القلق والارتباك حيث تم توقيفه ومراقبة جميع الوثاق الاذارية وتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا باستعمال تنائي اسيو ثقني تم العثور على صندوق تحت المقطورة مهيئ من اجل اخفاء اشياء وبعد فتح الصندوق وجد بداخله اكثر من 59 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين بعد استعمال كاشف السريع للكوكايين والكراك وارسال عينة الى المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي كانت النتيجة ايجابية مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة تتكون من 15 شخص ومن بينهم امرأتان وشخصين من جنسية افريقية تتراوح اعمارهم ما بين 22 سنة و39 سنة بعد استفاء جميع الاجراءات القانونية وتمديد الاختصاص الى عدة ولايات من الوطن اسفارة العملية على حج شاحنة من الوزن الثاقيل سيارة نفعية رباعية الدفع 16 هاتف نقال مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر ب19 مليون سنتيم ترجمة نانسي قنقر شكرا